ترجمة نانسي قنقر وسعادة سيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وقالت وزيرة شؤون الشباب إن برنامج لامع لتمكين الشباب بدأت قصته في القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أربع سنوات بنقاش مثمر حول كيفية بناء المجتمعات البحرينية والإماراتية والخليجية والعربية بناء على الإيجابية والإيمان والأمل ترجمة نانسي قنقر